افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة متحف التراث الثينوي في مقره الجديد بجمعية حقوق المرأة الثينوية بالعريش خلال الافتتاح أكد شوشة أن محافظة شمال سيناء تنفرد عن غيرها بالموروث التراثي الكبير في شتى مناحي الحياة مؤكدا على أن متحف التراث يجسد مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة ودع المحافظ المواطنين خاصة أهل البادية ممن يمتلكون قطع تراثية أن يتبرعوا بها للمتحف أو أن يتم الاستعانة بها في صناعة قطعة مماثلة بحيث يعود المتحف كسابق عهد يضم جميع مفردات التراث السينوي متوقعا أن تكون هناك استجابة لتلك الدعوة ترجمة نانسي قنقر